الناد الاهلي بيتصدر بطولة الدور العام برصيد 15 نقطة واخد العلامة الكاملة من الخمس مباريات اللي فاتوا ودي حاجة كويسة جدا ومع كل ده فيه هجوم كبير جدا برضو على موسماني التشكيل التغييرات والراجل اللي حق يتدايق بصراحة الراجل كسبان الزمالك 5-3 ومطش في المحلة صعب جدا في الديئة الاخيرة بيكسب وبيطلعوا الصحفيين يسألوا اسئلة ممكن انا من وجهة نظري شايفها مستفزة لراجل شغال وشغال كويس او الفترة اللي فاتت بالنسبة لتعادل الزمالك انا بالنسبة لي ما اتفاجأتش خالص بالنسبة لتعادل الزمالك مش عشان فرقة الزمالك ما تقدرش انها تكسب فرقة البنك الاهلي لكن فرقة الزمالك اللعيبة مش حاسة بالمسئولية مش حاسة بالمسئولية بنعنى ايه ان انت عندك مباراة الاهلي والزمالك لما تخلص 5-3 يطلع الاعلاميين بتوع نادي الزمالك او يطلع جماهير نادي الزمالك تقول ان الزمالك كان كويس فاللعيب تلقائي بيخسر بيلاقي ناس بتسنده في الخسارة فطبع ان هو ما يبقاش عنده مسئولية لازم دايما الجماهير تحط ضغوط على اللعيبة مش حط ضغوط ان انا هاجم اللعيبة لا بس اللعيب يحس ان الجمهور بيبدايق الجمهور بيزعل انا كلعيب لما انزل الملعب ولاقي نفسي بعد المباراة بخسر بكسب الجماهير بتطلع الاعذار للخسارة فطبيعي ان انا مش هبقى عندي مسئولية يعني مباراة الاهل والزمالك لما تبقى خلصانة ان شاء الله حتى خلصانة خمسة اربعة او خلصانة واحد صفر في الاول في الاخر دي مباراة كمه فالطبيعي انك انت تطلع لأ تزعل تتدايق ما تقولش مثلا كسبت الشوت الثاني ثلاثة اثنين او الشوت الاول خمسة اثنين ايا كان لازم انت بتتعامل مع المباراة كمباراة كاملة فلعيبة نادي الزمالك لازم الفترة اللي جاية يحسوا بالمسئولية لان فعلا هي دي حاجة اللي نقصهم لو هنتكلم على الفنيات فرقة نادي الزمالك يعتبر من احسن مش هقول من احسن فرق احسن لعيبة موجودة في مصر فرقة نادي الزمالك لكن زي ما انا قلت ما ينفعش ابقى خارج من المباراة خسران فيها خمسة ثلاثة واطلع احط مبررات وحط عذار للعيبة واقول المدرب عمل خطة جندا لا طبعا النادي الاهلي بالعكس لو كان حصل فيه نتيجة واحد صفر او خسر كان الموضوع يبقى مختلف كان هيشوفوا ايه اسباب الهزيمة لكن ان انا اطلع اقول ان خمسة ثلاثة نتيجة عادية والشوت التاني كسبت ثلاثة اثنين هو ده انت بتحط عدم المسئولية للعيبة فان شاء الله بنتمنى بنتمنى التوفيق الفترة الجاية لنادي الزمالك مجلس الهدارة الجديد وبنتمنى التوفيق للنادي الاهلي وكل حاجة تستقر يمكن احنا برضو الفترة اللي فاتت اتكلمنا عن اشرف بن شارقي اشرف بن شارقي قلنا انه مش هجدد ده الكلام ده من خمس شهور بداية من اول حلقة في البرنامج جيت هنا وقلت ان اشرف بن شارقي مش هجدد لنادي الزمالك وفعلا الكلام ده بعد ثلاث شهور الناس عرفته لما اتكلمت مش باتكلم ان انا عارف معلومة معينة لا الظروف اللي كان فيها نادي الزمالك في التوقيت ده واللي عيد كان بيقول لناس قريبين ان هو صعب يكمل في الظروف اللي موجودة الوضع دلوقتي انا ممكن اقول الوضع مختلف بالنسبالي انه ممكن اشرف بن شارقي يجدد للزمالك بنسبة 99% هيجدد مش علشان هو بس عايز يجدد لان العروض اللي كانت معروضة عليه خلال الفترة اللي فاتت ابتدت تقل بسبب تراجع مستوية خلال الفترة اللي فاتت الموضوع دلوقتي في ايد نادي الزمالك بس انا من وجهة نظري شايف ان اللعيب يعني اللعيب مش من حقه ان هو يختار التوقيت اللي هو يجدد فيه مع النادي لا انت نادي الزمالك نادي كبير جدا